بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي للجميع بهذا الدرس رح نحكي عن كيفية عمل استوديو لتصوير اي مجسم عندما نعمل على أطعام فريدة او مجسم لحاله كثير مننا يواجه مشكلة بموضوع الإضاءة وكيفية الرندر الطريقة الصحيحة هي عمل استوديو خاص لحتى نرندر في هذا المجسم كيفية الطريقة أول شيء خلونا نعمل رندر شايفين كيف الشكل طالع عنه ما بيوحي بيعطي جمالية للمجسم ما بيعطي إيحاء الإحساس فيه يعني يعتبر هذا شيء سيء كيف نشتغل على هذا الموضوع أول شيء رح روح على أه ليفت من قائمة الشيبس بختار لاين عندي هون برسم حواف هذا الستوديو شايفين أضغط جي جي مشان ألغي الغريد شايفين هذا هو الستوديو عنا كيفين ما بروح على مودي في بختار آآ أعني أختار أحد ما يكون في عندي آآ آآ زوايا حادة تمام من قائمة سأعمل نجسم عندي بمنتصف طبعا سأرجع على قائمة طبعا نحن سنعمل على عددات سأختار V-Ray سأقوم بعمل V-Ray Light Phone سأقوم بعمل أشفت و أصحاب سأقوم بمثل سأقوم بعمل سيكونوا اثنين لجوة هلأ هاد سأضع هون 8 دع اللون اتجاه الأحمر شيء بسيط هلأ بختار اللايت التاني كمان بخلي نفس القيمة لكن هاد على زراء شوي صغيرة هايك تمام هلأ هون رح اعمل لايت جديد هاد اللايت بخلي يشتغل كأنه عاكس ما بخليه مصلط على المجسام خليه مصلط باتجاه الميول اللي عملته هايك ها نخليك اديها شوي بالنسبة للستيديو كاملا رح أطي ماتريل وخلي اللون أبيض هذا اللايت ها نخلي خمسين وخلي اللون أبيض لحامل كاميرا اختار فيزيكال من شاء وين ما كون وبعمل على الكاميرا اللي عندي أنا عندي هون في غلط على الكاميرا اختار 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 نعمل رندر اختار 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 باللوقت الحاضر نشوف هلأ كيف الفرق بالنسبة ل الرندر بين الصورة السابقة وهي لسه لسه في عندي اختار اختار الكاميرا اللي موجودة عندي طبعا بدروس قادمة راح نتوسع بالشرح عن خصائص الفيزيكال كام لكن هذا الدرس بس بدنا نحكي عن كيفية انشاء الاستوديو وكيفية توزيع الاضاءة فيه اللون الاحمر ضارب على المشهد عندي دعوني اخد هذا الضو وخلي الحمر اقل موفق اوريجع بعمير باللي يخلي اللون الازرق قائية لانه ما يحكم انه هي حمامي ف تأثير اللون الازرق بهيك حالي بيكون اجمل. او انا في عندي هون بي. هون الازرق صار كتير. وخليني اول اضاءة شوي. طبعا هذا بيتبع على المجسم اللي موجود عندكم. وكيف التأثير اللي بتكون يايكم بالنهاية. متل ما يكون شايفين. النتيجة كتير منيحة. انا عجبتني هيك. اتمنى يكون الدرس اعجبكم. وبتمنى انه نجربوا على اي مجسم تعملوا رندره وتعطونا تأثيرات مختلفة. يعني على عدة مجسمات. بانتظار تطبيقاتكم. كان معكم محمد الاسدي. تقبلوا تحياتي وفائقة احترامي. والسلام عليكم ورحمة الله.